يعني كثير من الإخفاقات كانت واضحة وملموسة بأن المحكمة الاتحادية لها دور كبير المادة 76 تقول الكتلة النيابية الأكبر عددا هي من تكلف هي لها الحق بتكليف رئيس الوزراء المهم إحنا اليوم يعني أنا جبت لك هذا الذكر حتى نقول لك هناك نتائج سلبية سابقة أدت بنا إلى هذا التدهور طيب اليوم آلية التكليف أليست آلية تكليف غير واضحة المعالم في من سيتحمل المسؤولية عن تكليف السيد محمد توفيق علاوي في حال الإخفاق وهذه مشكلتنا ترى من 2005 لليوم ما حد راح يتحمل مسؤولية إخفاق محمد توفيق علاوي ليش لعدم بارك يا أستاذ علا ليش باركت ما يزمع أن الكل ينتظر بأن السيد علاوي بيدعصة سحرية وينجح بقيادة المرحلة القادمة التي هي بها ليس أزمة وحدة اليوم دائما نشاهده بالدول عندما تسقط حكومة هناك أزمة أزمة مالية أزمة فيضانات تسقط الحكومة وتشكل حكومة غيرها وأمامه حل أزمة واحدة فقط لكن أمام السيد علاوي أزمات عديدة يعاني من عدها البلد تدخل خارجي وداخلي أزمة مالية أزمة خدمات أزمة قد يكون أزمة في بداية تشكيل الحكومة وهي المحاصصة اللي اليوم هو جاي يقول أنا راح أشكل حكومة بعيدة عن تدخل الأحزاب السلطة اشتركوا في القناة